في سؤال وصلنا لنا واحدة بتقول في مشاكل بينها وبين زوجها وهي غضبانة هل ده يؤثر على الصيامها وهل دوت كمان هي محتاجة كمان ان هي تعمل ايه السؤالين دولا سؤالين مهمين جدا جدا هل ده يؤثر على الصيام اذا كان الانسان بيعمل الكلام دوت فالصيام هيبقى صحيح لكن هل الانسان بهذا العمل لا يحاسب عليه لا يحاسب لو ان في طرف من الطرفين ظالم الاخر هيبقى يحاسب على ده ويبقى دوت من قبيل الظلم فالعشرة دي والزواج بالذات من اكتر الحاجات اللي احنا لازم نهتم بيها ان يتكون خريع من الظلم لربنا امرنا ان احنا نعاشر بعض بالمعروف فاذا يبقى دوت ممنوع ان احنا نعمل كده وخاصة في نهار رمضان وخاصة في رمضان مش بس في رمضان خاصة في رمضان لان رمضان شهر القربات فاحنا نترك القربة وكمان نفعل المعصية فنتقل الله سبحانه وتعالى في بعض طب تعملي ايه بقى المسألة سألة خالص يبقى احنا قولنا الصيام صحيح عشان بس الناس ما تدخلش الامور في بعضها طب تعملي ايه تاخدي سواب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيروهما الذي يبدأ بالسلام ابدأي بالسلام واحنا شعر رمضان احنا مخطرين للسنة دي ان هو شعر السلام تكلميه وتعوده معه وتتكلمه وتبعه مع بعضه بوضوحه بصراحة من غير اذية محدش هو بيتكلم يبقى قصد ان هو ينتقم ويقزي اللي قدامه لا نتكلم بهدوء بدون محد يقزي التاني نعم